لعبة سي اس جو برازيلية محترفة بتحكم عليها المحكمة بمية وستة عشر سنة بالحبس خدوني محلة ستريمر بيقوص بنص ستريم تبعه و بفرج عبقاريتو و زكيه و جودوفور فيها مفاجأة سرية مصابم كان كتير فاضع عوقت عاملة عالم الألعاب ما بيقتضي بس على الألعاب والدرادار بيلاقت كل الأخبار درادار للأخبار بس يا حمر هيا بجميع معكم دراد واليوم نحن هيك عن أخبار الألعاب من بلش بالموضوع جيتو كرميلو وهو البنت ما دراد مش لازم تحط لكليك بيج باخر الفيديو البنت اسمها شايين فيكتوريو و معروفة باسم شي بلاعبة كونتر ستريك بلشت مسيرتها بال2008 مع فريق اسمه فاير جيميرز للبنات و قدت 11 سنة بعالم الإي سبورتس و حصلت على مراتي بأولى بعدة دورات هي بين أول بنات بدخلوا بعالم الإي سبورتس و بينجحوا فيه وهالشي خليها تحصل على عدد متابعين متواضع لكن السي اس جو لا يوجد كثير مساري للبنات لأنه الليكس طبع البنات محرى بيحضرون فما بيطلعوا كثير مساري فما بدأ بحون كثير مساري و ما فيه منهم كثير ليعيشوا بروفاشنال بلاير على كل حال شي قررت بما أن الأوضاع صعبة تستعمل شهرتها لتفتح متجر أونلاين كبيرة تي شيرتس و أكسسوارات للحبين يدعموها الستور كان كثير ناجح و طلعوا مساري كفائي لتعتزل بس من بعد ما سكرته للمحل في 2017 بسنتين شي بنرفع علي دعوة من 118 شخص لأنه ما وصلت له نبضعاتهم للطالبينة و شي بتخسر كل شي بناتوا بحياته من بعد ما يخص الجلسات القاضي بيحكم عليها بـ 118 تهمة احتيال وهالشي بيقدي لـ 116 سنة بالحبس بس قبل ما تحكموا عليها أنتو كمان وتقرروا إذا خرجوا ولا لأ لازم نعطيكم كل الحقيقة الحقيقة بتقول أن المتجر كان بإدارة صحابة السابق لشاي وهو كان مسؤول عن التسليم بس بما أن صاحبة المؤسسة المسؤولية وقعت عليها كمان المتجر تابعة مش عامل 200 باعة ومقفة منهم 118 لا عامل فوق 10 تلاف باعة وأكيد خطأ بنسبة 2 بالمية ما أنه بسيط خصوصي على هالعداد الأشخاص الهائل بس على قليل بيفرجة أنه كانوا عم بجربوا يديروا مصلحة مظبوطة وما هدفوا أن ينصبوا العالم وأكيد اللي صار صار من باب الخطأ أنه متجر ماشي وماشي معقول ينصبوا 118 شخص ينصبوا الـ 10 تلاف أو ما ينصبوا حدا ما بعرف بس حاليا شي منا مسجونة ومنا فرّة من العدالة العانون البرازيلي بيسمح لتستقنف قبل ما تبليش تقضي وقت حكمه فبعد من سجنيت والمحامة تبعها عم بجرب قد ما فيه ضبط الوضع بس في نقطة إيجابية ما بعرف إذا إيجابية بس الوقت الأقصى المسموح لحد يقضيه بالحبس ببرازيل هو 30 سنة فمن الـ 116 رح تنحبس 30 بس إنه بنت بعز شبابة تحبسها 30 سنة يعني عم بتكون حكمت عليها بالأعدام قصة راجدية وكلنا عم نتمنى تنحل بش طريقة تانية لأنه واضح ما في نية نصب أكيد الخبرية ضجت الدنيا لأنه هي البنت كتير كليك بيت لحالة بتجي ثم نيل فكل العالم رح تحكي عنا وإن شاء الله هالشي قدي لضجة إعلامية ببرازيل بركبين عد النظر بالقضية وبتنحل بكفالة زبطولة إياها ولا حرام الخبرية التانية اليوم عن ستريمر التاني كمان هو ستريمر بيلعب كونوف ديوتي مع فريق سور جايمينج واسمه كارل سيج كارل سيج كان متقل على ستريم بليلة ما فيها ضاو أمر وفجأة واحد بيتحديه خرطش سلاحه مرتين ويقول بيتش ساي اين جات نو موني يلي بتترجم ليا كلب قول انه ما معي مصاري شكل الزلم اللي عم يحكيه كمان متقل على كل حال كارل سيج بيخرطش أول مرة بيقوله بخرطش الثانية وبيشوه علبة جي فيول وأكيدة ما في واحد مفكر لسلاح لعبة يضلوا على تويتش فتويتش زعبو له أكاونتو وصور جايمينج شحطوه من الفريق وهو تطلع عتذر وتفهم الموقف وقال انه السلاح مش لعبي وما كان لازم يتصرف فيه كأنه لعبي شكرا كريس تعلمت الدرس قبل ما اخبركم عن المفاجأة الحلوة المخابيينة صانعين لعبة جوروف فور بدي اخد دقيقة لاشكر الباتريونز تبعي الجولد الدايموند البلاك والبلاتينوم وحب خبركم انه عم حضر المفاجأة لهكال الباتريونز تبعي المشتركين واللي رح يشتركوا من بعد ما اعلنها والبلاتينوم قرر بيتشهز جهازتكم لو زحاب انت كمان تكون بيتريون وعند تحصل على ميزات خاصة فوت على patreon.com.com شكرا سلف شاب يحب لعبة جوروف فور كتير ومعروف بانه هاكر بيخترق الالعاب اسمه لانس ماكدونلد واخيرا بيلاقي طريقة يفوت على السينماتيكس طبع اللعبة يفك الكاميرا يقدر يحرك الكاميرا يخترق الجدران ويوقف الزمن ومن بعد ما قدر تحكم بكل هالعوالم صار فيه يحضر السينماتيكس بطريقة البده اياها وضله عم بيحضر السينماتيكس لحد ما وصل لاكتشاف رهيب وهالاكتشاف بيصير من بعد ما تخلص المعركة بين كريتوس وبالدور من بعد ما كريتوس يكسر له رقبته ويكبه من راس الجبل بيوقع بالدور وبيختفي وبيموت بس هو وبالدور عم بيوقع بيترك لك رسالة سرية ما فيك تكتشفه إلا زكينة لانس ماكدونلد ورسالة الوديع هي حركة كتير بتلبق مع الشخصية لبالدور هو اصلا بلا اخلاق فكيف بدينهي حياته بلا للي قتله عشرة عشرة وعصيرة جودوفور جودوفور صار عندهم رئيس جديد مطور اسمه يومي يانج واخذ المنصب محل شانن ستوتسل من بعد ما تركت سانتا مونيكا ستوديوز وراح يتستلمت رئاس التصميم بستوديو تبع جوجل التابع لجوجل ستاديا لانه جوجل ستاديا بدين يعملوا ألعاب هنا كمان استلاحها خبر محزن لغادوفور لانه تشوفه بالدوكمانتري سكيلا انه كان عنده هكذا جو امومي بالمكتب فاكيد ما احد سيقدر يبدل عندهم بس اكيد يومي يانج رح يكون قد الحملة بس ما احد سيكون عم يشتغل بولا ستوديو قريبا من ورا الكورونا واصلا بلش شركات الالعاب يطلبوا من موظفينهم يشتغلوا من البيت ليخففوا تفشي المرض كل مرعوب من كورونا قال لجيمس كوم جيمس كوم مفرق انا معهم وبعضهم ماشيين بالإيفنت هالسنة مع انه ما حدا حيجي واصلا ما حدا حيروح لايعلن عن شي لانه كل الشركات ضبين موظفينهم الوضع صعب شوي للأسف هيدا كل الوقت اللي معي اليوم وبلشوا الكومنتز تبعكن يقسروا علي درد ما هو كورونا الي جمعة عم رشح تدريجيا فاذا اتلاع معي كورونا رايح بوسكن كلكن ارجح ما معي شي لانه قل 8 شهر مش ظاهر برات البيت لانه عامل حاجة الصحة before it was cool There and the fact وانا اعني الحالة كما عكونوا درد إن شاء الله تكونوا بس طبше اللحلال اليوم اتطورا 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 اجتماعي فيسبوك تويتر انستاغرام وديس كورو اراكم حالية الجأة اي او لا 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 اطورا اي اطورا